هاي جايز كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريق التحذير ليالي لبنان او حلال السميد وهو كمان يتحذر بطريقة تانية حو اضطولكم تحت الرابط بصندوق الوصف اذا نزلنا الفيديو والمكونات بدنا خمس اكواب من الحليب كبية ونص من السميد الخشن كبية سكر ومعلقة كبيرة من المازهر وهلا الان بلش بوصفتنا الطيبة اول شي ضفنا السميد بعدين ضفنا السكر وحركنا هون شوي بهيدا الشكل وهلا هون عنا على البارد منضيف الحليب بعدين السميد والسكر الخليط اللي يحضرناه قبل شوي وبعدين منضلنا عم نحرك لحتى يغلي الحليب وضروري كمان برجع عيد انه نضلنا عم نحرك عشان يطلع معنا ليالي لبنان على الأصول ومتل ما شايفين هلا رحنا عم نحرك انه المزيج شوي تقل متل ما شايفين بالفيديو وهلا متل ما شايفين عنا الحليب عم يغلي فضفنا رحنا المازهر متل ما شايفين شايفين هول الفقاعات وكمان هيك منضلنا عم نحرك شوي لحتى كمان يتقل شوي يعني حسب النظر كيف انتو شايفينه شايفين هلا قوامه وهيك عنا بيكون جاهز وهلا منفرد المزيج بقلب الصينية ولازم نفرده ضروري وقته يكون صخن عشان بيجمد وقته يبرد يعني ضغره اول ما تطلعوه من على النار لازم ضغره تحطوه بالصينية وتفردو بهيدا الشكل وبعدا منحطوه بالبرد لمدة ساعة او ساعتين لحتى يجمل وبعدا رحنا هون حطينا شوية قشط عليه بهيدا الشكل وزعناهن على شكل طابات او نقاط عشان تتسهل عملية توزيعو على كل انحاء الصينية بهيدا الشكل متل ما شايفين وبعدا زيانه رحنا هون باللوز انتو فيكن تزينو بشو ما بتكون فيكن تحطو سبرينكلز حيالا شي انتو بتفضو وهيك عنا بتكون ليالي لبنان جاهزة للتقديم وكمان فيكن انتو تحطو عليا عصال او حيالا شي بتحبوه كمان ممكن تحطو عليا قطر كتير بيطلع طيب شايفين كوامه كتير حلو رائع شي رائع وهيك عنا بيكون خلص الفيديو لليوم متنسو تعابلولنا سبسكرايب ولايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة